تحية طيبة هذا الفيديو بناء على مجموعة من الأسئلة يجتني من أقارب من معارف لأولادهم وأصلا أولادهم يسئلوني أحيانا هم في العراق شلون نجي ندرس بالخارج أو شلون نقدر نطلع نحصل على بعثات بالخارج أنا موضوع سابقا متحدث بي بس الآن راح أعيد الحديث بي وهذا أيضا لكرار ابن أخوي حيدر القصة تبدأ كالتالي إذا كنت أنت بالسادس أو إذا كنت بالخامس بالرابع تبدأ تحضر إلى موضوع أن تحصل على زمالة من إحدى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية هذا يكون المين تارجت مالتك بس إذا ما حصلت من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية مو مشكلة تدرس بدولة غير ناطقة باللغة الإنجليزية لكن تطلع بالخارج تطلع من محيطك لأن الخروج من بيئتك المحلية لبيئة أخرى يوسع مداركك ومعارفك ويخليك تتعرف على نظم وطرق تعليم أخرى جديدة أنت ما ماخذها في بلادك يعني السفر بحد ذاته ميزة تساعد الإنسان أن يوسع مدارك ويوسع مداخل معلوماته فإذا أنت الآن بالمرحلة الإعدادية أو نهاية المتوسطة أو حتى بداية المتوسطة تقدر تشتغل على التالي أولا ميك شور أنه أنت معدلك ما يقل عن السبعين لازم أنت عندك معدل أقل شي سبعين لأنه الجامعات ما تحب المعدلات اللي أقل من هذا يعني صار عندك صعوبة بالنسبة للزمالات طبعا كل ما يكون معدلك عالي كل ما كان نسبة حصولك على الزمالة أفضل ثانيا لازم تشتغل على لغة الإنجليزية لازم يكون عندك لغة إنجليزية تحط لك تارجت خلال سنة تقول أتعلمها وتخلي كل شي من حولك باللغة الإنجليزية تليفونك باللغة الإنجليزية تشاهد برامج باللغة الإنجليزية تشاهد فلام كارتون باللغة الإنجليزية تسمع أغاني وذليركس لا تخلي شي من حولك مو باللغة الإنجليزية تخلي لك تارجت أنه شون تتعلم اللغة الإنجليزية بعدين لما تتخرج وما اخذ المعدل وعندك اللغة الانجليزية اللي هي يعني بالآيلتز تاخذ ستة ونص عندك امتحان توفل أو الآيلتز خليني اضرب لك مثلا عن الآيلتز تقدر انت تشيكيش قدي عادة للستة ونص بالآيلتز بالتوفل سبعة ممتاز جدا ستة ونص المنمم على اللا يقل عن ستة في كل كومبوننت يعني بالريدنج بالرايتنج بالليسنينج فعلى اللا يقل عن ستة هذه مهمة جدا من حضرنا اللغة ومتأكدين احنا معدلنا فوق السبعين نبدي نشتغل على مهاراتنا طبعا بالكمبيوتر من البدايات مهاراتنا بالكمبيوتر لازم تكون صولد بالإيميل بالأوفيس سويت بالذكاء الصناعي هذان اشياء صارت جزء من المهارات الاساسية اللي لازم يكون متحصل عليها الفرد يعني مو تجي تريد تطلع بالخارج وانت ما تتسأل الناس يكتبو لك إيميل او يستخدمون الكمبيوتر لازم عندك كومبيوتر لازم تكون خبير في استخدامه وخصوصا في برامج الأوفيس هذه جدا مهمة اذا ما عندك برامج اخرى انت محترف بها هس قريب انت تخرج شنو تسوي بالسادس الاعدادي تسوي سبسكريبشن وي مواقع تبعث سكولرشيبس اللي هي لما الجامعات تنزل سكولرشيبس اكو مواقع هي تاخذ هاي السكولرشيب واتدزلك يابا تقولك اكو جامعة طرحة سكولرشيب عندها فانت بهاي الحالة تروح عالجوغل تكتب سكولرشيب بيزيشنز اكو واحد من المواقع هذا تسجلوا اياه مواقع اخرى ممكن تسجلوا اياها دور بالجوغل راح تلقى كثير من المواقع اللي تبعث سكولرشيبس ابروتيونيتيز تسجلوا اياها وشكوا تدخل على الكريتيريا ما للقبول مالتها تشوفها او بس يعني او انت لازم تتفحها اذا تتفحها هاي دراسة على حسابك بس الى اذا هي هاي التركز عليها وعلى ان تكون من دول ناطقة باللغة الانجليزية يعني ايرلندا بريطانيا اسكوتلندا كندا امريكا استراليا هاي البلدان نيوزلندا اللي تتحدث اللغة الانجليزية ايضا بنفس الوقت تقدم على زمالات في دول غير ناطقة باللغة الانجليزية ليش حتى اذا ما حصلت زمالة في دولة ناطقة باللغة الانجليزية راح عندك باكب تقدر تنقبل في دولة اخرى اخرى عفوا تقدر تنقبل في دورة حتى اذا ما حصلت زمالة من دولة ناطقة باللغة الانجليزية تقدر عندك بلان بي او باكب تقدر تقدم على زمالة في دولة غير ناطقة باللغة الانجليزية مثلا يعني روسيا الصين لا بأس يعني اسبانيا البرتغال يعني اي دولة ماكو اي مشكلة الارجنتين المهم تطلع من خارج محيطك المحلي وتدرس في بلد اخر شباب العراق طلاب الاعدادية بعد الاعدادية قبل الاعدادية اذا ما تابعني تابعني واذا عدكم مواضيع تريدون اتحدث بيها كتبولي بالتعليقات وان شاء الله اسوي لكم فيديوهات اتجاوب على سيرتكم اخوكم علي خلف من كندا